ولكل متابعينا عبر شاشة تلفزيون فلسطين حديثنا في هذا الصباح مرتبط بالإبداع والتفوق والإنجاز الذي يحققه الشباب الفلسطيني يوم بعد يوم حتى لو كانوا خارج حدود الوطن دائما ما نرى هذه الإنجازات الاسم الذي هو ضيفنا لليوم تم تداول هذا الاسم بكثرة خلال الفترة الماضية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي كان مرتبط الإنجاز بمحمد حسام تميم شاب فلسطيني من موليد 2005 يعني بعمر 17 عام فقط استطاع أن ينال واحدة من أعلى وأهم الشهادات الثانوية من جامعة كامبرج في بريطانيا وهو هنا في سوريا كيف الحكاية تمت؟ سنعرف مع محمد يسعد صباحك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك محمد طبعا محمد متفوق في البرمجة وذكاء الاصطناعي وسلسلة من الإنجازات الهامة قبل أن نصل لآخر إنجاز لكن الشي اللي حكت عنه الناس مؤخرا هو الإنجاز الأخير قدمت إلى جانب المنهاج السوري منهاج جامعة كامبرج في بريطانيا من هون من سوريا وحققت فيه أعلى تصنيف تخبرني شوي الفكرة كيف إجت؟ الفكرة بداية إجت من حبي أنا للتعلم والاستكشاف شغلات جديدة فبابا ساعدني بأنه وصله اقتراح من شخص ما أنه نحن فينا ناخد هذا المنهاج يلي هو منهاج يتدرس ببريطانيا وبعدة دول أخرى بالعالم فنحن صرنا نعرف أنه كيف فينا ناخد هذا المنهاج بسوريا شو فينا نعمل سألنا وبحثنا كتير ضمن صيفية عام 2020 لحتى أخشي توصلنا أنه نحن فينا ندرسه بسوريا وفيه امتحانات بتصير بشكل سنوي لأله وفيه آلية معينة فينا نتبع لحتى ناخد الشهادات ومشينا على هذا الطريق الوقت والتحذير والجهد يلي تم خلال هاي الفترة قدي استغرأت وقت وبمعدل قديش يوميا لأنه أنت كمان بقيت متفوق أيضا بتعليمك الأساسي بشهادتك ضمن المنهاج السوري كيف نسقط؟ هلأ هي أول شي كانت تقريبا عام ونص لحتى طلعت النتائج كان في بعض الأحيان في صعوبة شوي بتنظيم الوقت لأنه يكون في كتير ضغط من منهاجين منهاج لأنه البريطاني بيحتاج أحيانا أكتر من أربع أو خمس ساعات بشكل يومي فتخيل لي أنت مثلا أربع أو خمس ساعات مع وقت المدرسة فكتير الوقت حيصير مضغوط بس يعني درنا ننظم هالوقت لحتى نجيب عن النتائج هلأ يمكن الناس اللي بتسمعنا حتى اللي بتابعوك هون محمد أو اللي بتابعو شاشة تلفزيون فلسطين من سوريا ممكن يكون عندهم تساؤل الشباب اللي بعمرك صعب القصة كيف ممكن نحن نعمل مراسلات نحن هون بسوريا ونعرف أنه سوريا حاليا عليها عقوبات كتير والطلاب السوريين أو الطلاب الفلسطينيين أو كل من يقيم في سوريا يبحث عن أي منفذ للتواصل مع الجامعات في الخارج ربما كيف الآلية المراسلات التصحيح كيف تتم؟ هلأ أول شي فيه منسق لجامعة كامبرج هو بسوريا بكل دولة فيه منسق منسق تبع سوريا موجود بالمدرسة الباكستانية نحن أول شي نحن نحن تواصلنا معه حتى نعرف عن المنهاج وهيك فهو برتب كل هاي الأمور هو اللي بتواصل مع الجامعة هو اللي بيبعت الوراء للجامعة هو اللي بيطبع وراء الامتحان يعني هي الآلية مو كتير صعبة بس بالأول واحد لازم يكون على صلة مع المدرسة الباكستانية يتواصل معهم يقولون أنا حابب أخذ امتحان الـ A-S أو الـ A-Level بيدفع مبلغ معين وبيصير فيه يقدم هذا الامتحان بودوا يكون عندهم مستوى لغة انجليزية عالية طبعا أكيد طيب إذا بدنا نحكي شوي عن أهمية هاي الشهادة يعني ممكن يكون تساؤل أنا شو ممكن استفيد منها لاحقا أحقيتها في القبول ربما في الجامعات العالمية في حال قرر الشخص أنه يسافر خارجه البلد قديش تعطيك امتياز هاي الشهادة شو أهميتها هلا هاي الشهادة أهميتها أول شيء عالية كتير وكتير بتسهل بعض المواضيع مثلا الشهادة باكالوريا السورية ممكن الواحد يحتاج يعدلها برا يضوع وقت من عمره يعني هو عم بيعدلها لحتى يقدر يسجل بالجامعات برا بينما هاي شهادة كتير من الجامعات بكتير دول بتفوتك مباشرة على الفرع للدكية حتى إذا كان في علامات أو درجات متميزة ممكن الشخص يختصر أول سنة من الجامعة دغر يفوت على السنة الثانية من الجامعة حلو طيب الفكرة أيضا مرتبطة بأنه عرفنا بالبداية بأنه حضرتك ابن مخيمة يرموك المخيمة اللي عانى ظروف صعبة وهجروا أهله للأسف منه قصرا كنت بعمر صغير لما غادرت المخيم بجوز ما كتير بتوعى يمكن سبع سنين على ما توقع سبع سنين غادرت مخيم يرموك في عامل نفسي صعب يعني حتى لو كان العامل المادي قد يكون مريح أحيانا أو غير مريح لكن في أزمة نفسية حيمرأ فيها من يترك بيته قولا واحدا يعني بدنا نحكي شوي عن هاي الخلفية اللي أنت أجيت منها هذا الظرف الصعب وانت تدرجت في التفوق يعني أنت ما أجيت فجأة ورحت على كامبرج أنت عندك مسيرة حافلة في الروبوتيك وذكاء الاصطناعي وحائز على مستوى أول على مستوى سوريا أيضا خبرني شوي النهوض من هاي الأزمة والسير لاحقا بمجال إبداع هلأ هاي الأزمة ما كانت بالنسبة لي أزمة كتير كبيرة بسبب أنه أهلي كتير شتغلوا وتعبوا حتى ما تأثر علي أو على أختي كتير 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 كان فيه دعم من بابا ودعم من ماما ومساعدة أنه نحن ما نحس بهذا الفرق ما نحس أنه نحن طلعنا من البيت بعدين تدريجيا أنا بلشت أوعى وانضج وبلشت إدراع عن بطولات مثل بطولة الروبوتيك قررت سجل فيها وجرب حالي أنا من أنه صغير بحب الروبوتات وعندي طموح آمل شي بهذا المجال بلشت جرب بال2015 جبت مركز الثالث على سوريا وبال2016 جبت المركز الثاني بعدين انقطعت الإنجازات 2017-2015 ما جبت ولا مركز بال2019 قررت أنه أنا بدي فوت بجدية كبيرة وبيدي فوت بإرادة عالية ودرجي بالمركز الأول على سوريا طلعت مسلت سوريا بالبطولة العالمية للروبوتيك بهنغاريا حلو هاي الإنجازات المهمة بتخلينا نسأل عن الدعم الأسري قديش هو حاضر بكرت والدك بدي أعرف هيدا الاهتمام لأنه عادة شوي الأهل بيخافوا على موضوع الدراسي هلأ أنت اليوم ما في مجال خلاص سكتهم متل ما بيقولوا لما جبت لهم شهادة كاميرتش بس سابقا دخول بعالم الروبوتيك وذكاء للصيناعي بيخافوا الأهل أنه يتحول الموضوع للشغل الشاغل ويترك الطالب أو الشاب أو ابنهم يترك الدراسة الأكاديمية دعم الأسري كيف كان؟ هلأ أولا بالنسبة لهذه الفكرة بابا كان عنده شغلة دائما بيقولي إياها أنه أنت شو ما بدك تكون بيستكبر كونه أنا ما عندي مشكلة ولا حقلك شي بس بشرط أنك تكون من الأفضل بهذا المجال وهذا اللي أنا عم بعمله وهذا اللي أنا إن شاء الله رح أعمله كمان فلذلك بابا كان دائما عنده ثقة عالية فيني وكذلك ماما وكذلك أختي هنالي الثلاثة كانوا دائما بيعرفوا أنه أنا إذا بدي فوت بشي فأنا حفوت بجدية وما حقلي أسر على دراستي وحأتفوق بهذا المجال حلو متأثرة أختك فيك؟ أي طبعا عنده هيك اهتمامات مميزة هلأ أختي كتير شخص مميز بصراحة أختي عم تدرس هلأ عمارة بصراحة أنا بعتبرها فنانة بترسم رسم كتير حلو وتسمع تصميمات كتير حبلة وهي إنسان مميز يعني هي إنسان مميز كما هي حلو معناتها وراسة هيك بالعيلة هذا الإبداع والتمييز طيب محمد نحكي شوي عن المرحلة القادمة نحن ما مكتفيين باختبار الـ AS رح نروح على المستوى الأعلى يلي هو الـ Level من كامبرج هنحضر إله خبرني شوي عن هذا المستوى المتقدم شو هو ناخد تفاصيل عنه أكتر وأيضاً التحضير للمرحلة القادمة كيف عم تشتغل عليه تمام المستوى المتقدم أولاً هذا مو كل الطلاب بتعمله لأنه يعني في بعض الناس بكتفي بشهادة الـ AS وأنه بتقول خلاص أنا مسجل بجامعة متواضعة أو شي بس معظم الجامعات العالمية التصنيفة العالي بدي شهادة الـ Level لأنه هي واحد نوعاً ما بيكمل منهاج بيدروس معلومات متقدمة أكتر بيتوسع أكتر ولكن هي أكيد صعبة أكتر فأنا مقرر أني أعملها أساساً من أول ما فتت وأنني أخذ الـ Level إن شاء الله بعلامات عالية وإن شاء الله أني أبدأ مرحلة مراسلة الجامعات وأنني أبحث عن جامعة خارجاً من التصنيف العالي لحتى نروح على العالمية إن شاء الله لازم الشاب لحتى يكون عنده هذا الشغف وهو بعمر صغير عادةً الشباب بهذا العمر بيكون عندهم اهتمامات تانية وإنت أكيد قريب منه أنه بتعرف محمد ممكن حدا يكون بيحب هاي القصة بس هذا اللي عم تحكي عنه يستهلك كل الوقت تقريباً الهامش الترفيه أو الهك الشبابي الشي اللي بيحبوا يعملوه الشباب بهذا العمر قديش مساحته بيومك مغيبه كلياً أو كيف مزبط الأمو القهوة بصراحة فيه شوية نساحة أنا دائماً بحب أني عيش حياتي وأنا مبسوط ما بحب كمان أضغط حالي كتير لدجرة أني مثلاً ما يكون عندي وقت لأستمتع بالحياة فأنا بالعكس بقدر أدبر وقت حتى أحياناً بلعب كجيمر يعني بلعب على اللابتوب أحياناً بروح معرفقاتي عادي جداً بس هي الشغلة بدأ شوية تنظيم وقت أنا عم بحكي هيك حتى ما يقولوا الناس أنه لازم يكون عنده قدرات خارقة ووقت فول تماماً ما ممكن يتسلب شيء لا محمد جامعي على الهيكي مجد الحياة من كل أطراف وطيب الطموح والحلم نحن عم نشتغل شيء بالروبوتيك بالذكاء الأصدناية عم نشتغل شيء بمنهاج كامبرج بمواد يمكن فيزياء وليقدمناهم معلوماتية ورياضيات فيزياء ومعلوماتية ورياضيات طيب الحلم بعد كل التعب لما ننخلص ولما ندرس إن كان بأي جامعة أنت رح تختار محمد لاحقاً وتستحق شو الصورة اللي راسمها عن حالك مستقبلاً وين تكون الصورة أني كون بالعالمية كونا عم نافس على مستوى عالي جداً وعلى مستوى عالمي بأي مجال أنا بتمنى يعني إن كان بمجال مثلاً تطوير الألعاب أنا أحياناً بشتغل تطوير الألعاب أحياناً متل ما قلتي بشتغل شوي زكاء إصطناعي بشتغل هذه الشغلات الروبوتك أنا بدي أكون من الطب بالعالم إن شاء الله إن شاء الله ونحن نرى فيك بهذا المكان وتستحق ويكون لقاء بعد ما تأخذ الألعاب ونحكي أكثر كمان عن هذه الإنجازات فخورين فيك محمد وبالشباب يلي أمثالك نورتنا بهذا الصباح محمد حسام تميم حضرتك طالب فلسطيني سوري متفوق في مجال البرمجة والذكاء الإصطناعي صباح الخير عن جديد وشكراً لإلك شكراً إليك شكراً إليك محمد ومثل ما قال محمد الجملة اللي قال له ياها والده اختار أي مجال بتختاره بالحياة بس حط بالك بدك تكون متفوق بهذا المجال أياً يكون هاي قاعدة كتير مهمة يمكن حوارنا مع محمد بيكون انتهى نعود لكم زملاء في استوديو هاترام الله شكراً إليك محمد بيكون شكراً إليك محمد بيكون